خلي اروح بقى للجزء التاني في التعليق السياسي على ليه حفتر وافق يروح موسكو خلي بقى لك حفتر مش عبيد حفتر عنده طموح سياسي طموح كبير جدا في عشر اسباب هقولهم لك ممكن يبقى 11 ممكن يبقى 12 بس اقولك عشر اسباب زاكرهم كويس العشر اسباب دول لازم يكونوا مروا عليك وقالهم لك بالتواريخ واحد حفتر لم يستطع الحسم فاي واحد لا يستطع الحسم ترميله اي حاجة يقولك خد بايدي انا معاك هو بيتدعي البطولة وضرب مش عارف اطراف طرابلوس ومش عارف وسيلته كل الكلام ده ايه كلام هاكس لانه لو دخل التركي بقوته هيرجعه الى القاهرة مش هيرجعه الى بدل غازي بالمناسبة وهيخليهم كلهم يقعدوا في الهاكستيب بحزر شوية طيران هيفكوا الدنيا دي كلها وتتحمل تركيا شوية ايدانة من هنا بس في النهاية هيخليهم زي القطة الفطسونة فالمره واحد انه محققش نصر المنتصر يفرض كلمته صح؟ من اللي انتصر حتى ازيل لحظة المحاصر هو مين؟ هي ترابلس حكومة الوفاق التي ادعى النصر وخرب ابو ظابي خرب بنغازي وغرب الدنيا دي كلها هو حفتر حفتر بيربس البدلة عسكرية وهو متمرد فالمره واحد محققش نصر عسكرية اتنين توقيع الانتفاق التركي الشارعي مع ليبيا البوع بعوجه زمان السادات وده مهم جدا بتعرفه واكيد بتعرفه لو متشغل معاها بالكاميرا دي كان دخل الحرب بتاعتها سبعين وبعدين حصل جسر جوي من امريكا الاسرائيل شحلله بسلاح واو ولا اخر فقال لك لا انا الحرب بواقع ان انا حارب مين؟ احارب اسرائيل مش احارب امريكا ساعتها كان قال لك بس سواء كان تقديره صح ولا غلط على عكس تقدير ساعد الشاس اللي اللي ارحمه الحكاية دي خلت السادات يجيب ورا صنا ان انا عاوز اقول لامريكا تعال اتفاوض معاها بس خلاص نفس الكلام ما عندكش حسم عسكري فيه قوة كبيرة دخلت على الخط يبقى ده نمرة اتنين الاتفاق الايه التركي الليبي نمرة واحد عدم الحسم تلاتة دخول الجزار على الخط يعني ايه دخول الجزار على الخط خلي بالك فيه مساحة حوالي تسعمية وخمسين كيلو متر تماس ما بين تركيا ما بين ليبيا ما بين مين الجزائر فلما الجزائر ترفض سلوك حفتر وترفض المساس بالعاصمة يعني حتى لو انت صارت سنفتح باب للمقاومة من عندنا بدون ما تقلن ده خلي بالك من حكاية دي انه مهمة لانه انت بتستفز الاسلاميين والجزائر كلها اسلاميين هيعمل ايه المعلم هيفتح البوابة كده صغير واللهم انتو بقى سيبوكم ان فكوكم ان ايه احنا في الجزائر روحوا ايه الى الجهاد بها الزرشة الكلام رسمي فاهمي نظمي فاهمي الجزائر لأ ترابلو تخط ايه احمر فاصبع عندك الجزائر ضدك وتركيا ضدك وبعدين ايطاليا لما مصر قتلها تعالى من اجتماع القاهرة ثابت الاجتماع وما وققتش وما حضرش المطاقة يعني قدت بالجازمة القديمة سامح شوكا كشور ده واتلهم عيب الكلام الفارغ ده اليونان فين بالمناسبة دلوقتي القاهرة ده كل ما تحصل حاجة كل مع اتنين يتخنقوا شو بين يتخنقوا مع مرتضة يجيبوا اليونان مش عارت مين يتخنقوا مع مين يجيبوا اليونان ونقبرص السيسي معدوش على الاتنين دول راحت فين مش موجودة في الاتفاق بالمناسبة ولا حد زرها ولا حد عبرها في الجزمة خلي بالك عشان اعرفك الحلفاء نوعهم ايه لما تجدش تشتري تشتري حليف ايه قوي ما تشتريش كده راح المعلم الى القاهرة بتاع ايطاليا ومشي بدون ما يوقع على ايه على الاتفاق واصدر تصريح انه اللي حصل من السبب التاني بقى تنديد ايطاليا بضرب الكلية العسكرية فين؟ في طرابلس فكده ده سبب بقوا اربع اسباب الخامس جامعة الدول العربية قالك نحضر العفريت يلا جامعة الدول العربية وندين التدخل التركي وندين لما حصل مش كده ولا يا استاذ علي يعني ما حصلش اي شيء يعني جامعة العربية اجتمعت ما اجتمعتش السعودية ادانت ادانتش لما اغزى يعني لما اغزى يعني لف بوزها ولف ضهرها ولا انا غلطان يا استاذ مش عدوكم في الملد بيقولوا كده يعني لف بوزها ولف كعبها الاجتماع بتاع ايطاليا بتاع اليونان وقبرص والقاهرة وايطاليا فاشل الجامعة العربية فاشل الجزائر هددت بانها مش موافقة على حكاية ايه العاصم ومش موافقة على المذابح ايطاليا مش موافقة على المذابح الجامعة العربية فاشلت طيب اوروبا دخلت على الخط هي والقوة والتحدى بعد حدثت الكلية الايه الحربية فاصبح في عنصر جديد في ضغط تانى اهو ما تقوليش القاهرة بقى القاهرة اينا بقى ملعش ادي سببتان جوم عملوا ايه قالك اعنا عندنا حاجة اسمها نواب تبرق تعالت نواب تبرق تعرفش انت نواب تبرق نواب تبرق دول جمعوهم وقاللهم تعالوا انتو البرلمان تسعين واحد الكلام ده كان في شهر اظن يوليولي فات قالهم تعالوا تشكلوا حكومة خلي بالك حكومة دائما حافتر فانت يبقى عندك عسكري وعاوز له حزب فيبع زي ما في حكومة الوفاق اختلفوا بعضهم وقاموا ايه ماشي ايه تاني حاجة اجتمع ثمانية وثلاثين نائب في يناير عشرين في القاهرة برضو مختطفين وقرروا قطع العلاقات مع تركيا يا ابني انت مالك من تركيا انتش علاقتك انت تعرف اللي هو الايه الهجايس زي ما عقيلة قال كده سنستدعي الجيش المصري انت مين يا هلا يا بشخة انت ناس في التعبير انت مين انت مين تمثل ايه انت واحد قال له هو الرهائن هدر لمن تبرق هد ثمانية وثلاثين واحد هد خمسين واحد مفيش اي حد كل ده عمل عند الراجل ايه حافتر قاعد يذاكر المفروض ان هو بيذاكر فما تلقاش قدامه الا الحيط والروز قال له بصها معلم احنا اعترفنا بان فاجنر مش تبعنا واحتمال نمنعها لان لو اتقمض على المرتزقة بتوع فاجنر الروز هتبقى في ضيحة بوتن ايه بجلاجة فحد قال له يا بوتن لم اللي قال بتوعك دول فاجه مع مريكر قال ايه زي ما انت سمعتوه قبل كده قال لكم يا جامعة الناس دول مش تبعنا والله العظيم دول مقاولين احنا ماناش دعوا بيه فتقال له لم العيال دي وبالتالي الجنجويد وتاجر المعيز بتاع المطلوب للمحكمة الجنائية اسمه ايه حمدتة حمدتة ولا حمدتة ولا حمدتة ايه حاجة ابن حميده عشان من بعد سودانين بيزعب هو ابن حميده هيلم القال ايه دول بس هو دلاتي بيسترزق منهم زي ما انا قلت لك عشان في معارج جاية في السودان هو بيسترزق و الفلوس بيتفعه مين خلفان ابو ظبي لو مهم با بقى اخذ فاندر او جاوميس او ظبي بيحلبوهم صح ولا لا؟ طيق بقى في عندك عشر اسباب لو انا من حفتر هقول ده فرصة عظيمة بالنسبة لان انا ايه؟ بعتوله قالوله اطلع عالطيار روح اطالة وبعد قالوله روح على موس كراح قال لأ جوم الجماعة بتوع ليبيا الصوار في ليبيا خالد المشري قال لهم لا ولا هنقعد معه ولا هنسلم عليه اما هو قال لك و انا كمان مش هسلم ومش هسيب السلاح ومش هرجع للحدود ومش هبمنوشات كبيرة جدا لكن في النهاية انا بقول لك ده خالد المشري اللي اعلن التحدي ده قال لك احنا احنا يعني هنقف ضد العدوان و احنا مفيش حاجة اسمها انه حفتر راسه براسنا ده متمرد ولا احنا مش معترفين به رفع السقف رفع السقف فحفتر ما قداموش اللي ايه؟ انه يستجيب له او يقبل بالتدخل التركي الحاسم والقاسي خلاص يا رساس فهمت؟ ففي عشر عزباب يخلوه يعمل كده بقى احداشر دلوقتي لانه خالد المشري بكلامه ده يخليه ايه بقى اللي حاصل في المفوضات دلوقتي اللي حاصل انه خالد انه جماعة بتقوله الوفاق استراج بقول لك دي حكومة انا رئيس الحكومة وهو شغال عندي في الحكومة وزير دفاع بقول لهم لأ انا القائد العام قال له انت القائد رهام على عين وقراسه بس انت هو رافض يكون وزير دفاع بالمنازمة حفتر شاف نفسه مش وزير دفاع ده وزير امت الالي لله كلها ده رئيس امت يعني حفتر بيشوف نفسه طبعا القرد في عين امه غزال نعرفش في عين امه كان ايه لكن هو كان اسير مش غزال ولا حاجة حفتر شايف نفسه اكبر من السيسي واكبر من كل انا بقول لك كلام وانا عرفتلك الفيديو بتاعي بتاعه لما كان بيقول مصر طمعانا فينا هو دي عقدته لحد ما ربنا بقى يدول حقنا ويروح في الغالب في سبب اخر وهو مرح حفتر انه بعض الاطراف عوزها واللي وقع بسرعة عشان ايه خايفين لو يكون تعبان بنا يعني يشفي عبيده كله وبالتالي عارضين نخلص قبل ايه ما يموت لانه مفيش بديل له واللي بتعمله مصر في حكاية البرلمان وتلميع الراجل ده كلام فارغ لانه لو سقط حفتر لاي سبب وربنا يسقطه لاي سبب كل الدنيا دي كركبت وسينتشر الجيش الليبي بتاع ترابلس في الارض لانه كل الباقي دي قبرة عن مجموعات كان حفتر بايه بيدفع لها والامارات ما تقدرش تهوب هناك تقدرش تهوب لو دخل الاتراك ودعمه بشكل منظم مش بشكل قتالي بشكل منظم السوار في ليبيا المعارك هتحسن هتحسن بدرجة كبيرة جدا 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 طبعا انت بلاحظ حاجة انه مصطفى بكر كان بيتكلم على الاسرر الاتراك مفيش اسرر اتراك وبيتكلم على الاسرر مش عالفين مفيش اسررر واللي كانوا بتكلموا على الحرب يا سيسي لازم تخش مش عالف راحه فين في حد عندنا مين الناس كانوا بقودوا يقولوا كلام كده ايه عبيض والسيس قال لهم محدش جرجلنا الحرب ما تقلووش مفيش حد بقدر جرجلنا الحرب هو انت بتاعف تحارب يا لا انت بتاعفش حارب وهنا لازم نقف ونشوف هل موضوع الاتفاق ده هيمشي على خير ولا لا لو قاهرة عقربت وابو زابي عقربت في المسألة مش هيمشي بس البديل هو انه حفتر هياكل علقه مكلهاش عمر في مطلعه ميزعار